في يوم الصحافة اليمنية تظهر أوضاع الصحافة والصحفيين في اليمن بلا هوية أو مسار بعد أن تم انتهاك حياة الصحفيين وحرياتهم من كل الأطراف بعد أن أصبح الموت والاعتقال والأبعاد ثلاثية المستقبل للصحفي اليمني ووفق مؤشر حرية الصحفة العام 20-24 لمنظمة مراسلين بلا حدود الدولية الخاصة باليمن أكد أن اليمن نتزال تحتل المرتبة 154 مما يظهر أن هناك الكثير من التحديات التي يواجه الصحفيون في اليمن وتنوعت انتهاكات الصحفة في اليمن بين حجز الحرية والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحفية بالإضافة إلى التهديد والتحريض على الصحفيين ومصادرة ومنع الإعلام المستقل والإيقاف والمحاكمات والاستدعاء وحتى الترحيل القصري للصحفيين الصحفيون في اليمن يعيشون تحت المراقبة ويمكن اعتقالهم لمجرد نشر تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى عندما يقوم البعض بتغيير مهنتهم لتجنب الاضطهاد فأنهم يبقون عرضة للاضطهاد بسبب كتاباتهم السابقة أكثر من 165 وسيلة إعلامية في اليمن تتنوع بين قنوات تلفزيونية وإذاعة وصحف ومجلات ومواقع الإلكترونية توقفت عن العمل خلال فترة السنوات الأخيرة بسبب الحرب وتأثيراتها كما أن وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة في اليمن يسيطر عليها مختلف أطراف الصراع مما يؤدي إلى نقص المعلومات المستقلة وصعوبة وصول الصحفيين الأجانب والمستقلين إلى المناطق الميدانية مما يزيد من صعوبة تغذية الأحداث بشكل موضوعي ومستقل منظمات حقوقية كانت قد قامت بنشر معاناة بعض الصحفيين والصحفيات في اليمن داخل المعتقلات فيما تطالب المنظمات المدنية الصحفية على ضرورة نزع القيود التي تعيق عمل الصحفيين وتمنعهم من أداء واجبهم في نقل الحقيقة دون تهديد أو خوف وتدعو كذلك جميع أطراف الصراع في اليمن إلى التوقف عن القمع وانتهاك حقوق الصحفيين كما تطالب الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيا وأولئك الذين اختفوا قصرا ترجمة نانسي قنقر